في ريال شواورة من بيت لحم مدرسة التربية الإسلامية بمدرسة خلال اللوز حصلت على جائزة أفضل معلم منجز عالمي لعام 2021 في مصابقة استهدفت المعلمين حول العالم جرت في الهند وذلك لما يحمل ملفها من إنجازات وتميزان في أساليب التعليم فاز بالقلقاب 57 معلم عن مستوى العالم قامت بإنشاء مجموعة لتطوير وإعطاء خبرات ونشر خبراتنا على مستوى العالم وحصلت الحمد لله لما نشره بتاريخ 6-2 حصل أنه بتابع صفحتهم أصدروا ثلاث مجموعات فالمجموعة الأولى لما أنا تابعت كان اسمي موجود فيها الحمد لله رب العالمي كانت فرحة كبيرة شهادات عدة حصلت عليها المعلمة في ريال في مجال التعليم الإلكتروني ما أهلها لأن تكون على جاهزية عالية في مرحلة التعلم عن بعد فترة جائحة كورونا وإفادة باقي زملائها المعلمين بهذه المهارات في ألعاب عندي اسمها بزئل لما بلعبوا فيها إلكترونيا صدقا كثير بيستمتع وهم يلعبوا فيها لكن لما بركبوها بيستنتشوا ماذا؟ أني أنا واضع لهم لعبة تخص التربية الإسلامية خاصة أني أنا كنت بصممها لأنني أنا كمان معي دور التصميم فبصمم كمان لوحات دينية وهذه اللوحة بعملها على شكل لعبة بزئل الجديد ذكره أن المعلمة في ريال حصل على ماجستير في الدراسات الإسلامية المعاصرة وهي عضو في أكثر من عشرين منصة تعليمية حول العالم وسفيرة لبعضها فيما يعكس توظيف مهاراتها هذه إيجابا على طلبتها في تحصيلهم الأكاديمي أساليب التعليم الحديثة والتفاعلية لا تقتصر فقط على حصد المعلمين للجوائز العالمية بل يطال ذلك تأثير تلك الأساليب على سرعة استيعاب المعلومة لدى الطلبة حيات حمدان تلفزيون فلسطين بيت العحم